السلام عليكم معلومة على الماشي إدارة الأزمة إزاي يتعامل الإنسان مع الأزمات قاعدة حياتية لازم نعرفها لما بتبدأ الأزمة ما ينفعش نتكلم إلا عن نقاط الاتفاق ولما تنتهي الأزمة نبدأ نتكلم عن نقاط الاختلاف ونعالجها عشان نقدر نستخدمها كوقاية في المستقبل لكن اللي بيحصل فيه مجتمعنا هو العكس تماما لما بتظهر الأزمة للأسف بنبحث عن نقاط الخلاف نقاط الخلاف اللي بتفرقنا نقاط الخلاف اللي بتوجد الفراغ والفجوة بيننا وبمجرد ما بتنتهي الأزمة وبنهدأ بننسى كل نقاط الخلاف وبنرجع لنقاط الاتفاق عشان كده مش بتتعالج الأزمة ومش بتتعالج نقاط الاختلاف بالعقل والفكرة تدار الأزمة خلينا نعرف ما هي الأزمة الأزمة هي موقف ينتج عنه مخاطر والمخاطر دي قد تكون متوقعة وقد تكون غير متوقعة وإحنا بريعين جدا في الجانب ده وهو توقع المخاطر المخاطر دي بتهدد المجتمع بتهدد بقى المجتمع بمنظماته بإداراته بأهدافه أحيانا بيصل الأمر أننا من خلال المخاطر دي ممكن تتغير معتقدات دولة بأكملها لما بندير الأزمة بنتمكن من أننا نتغلب عليها أو حتى على الأقل بنحد منها عشان ما تنتشرش وما توصلش لكل أفراد المجتمع طيب ده بيكون عن طريق إيه أول حاجة هنرسم خطة واضحة جدا عشان نواجه الأزمة وبعد كده هنحتويها وهنستعيد النشاط بعد وقوع الأزمة وعشان نتمكن من إدارة الأزمات لازم نستكشفها ونعرف أبعدها وده من خلال أننا نعرف نجاوب على هذه الأسئلة هل فعلا تقدر تحدد إمتى فعلا حصلت الأزمة إمتى عرفت بيها إمتى تطورت أبعدها هل تقدر تعرف مين المستفيد من الأزمة مين اللي سبب فيها أو اللي تسبب فيها مين المتضرر ومين المستفيد ومين المؤيد ومين المعارض لها ومين المساند اللي حينتفع منها هل حتقدر تواجهها هل حتعرف ليه ظهرت هذه الأزمة دي بالذات وليه تفاقمت وقبرت ولم تقف عند مدى معين هل بتعرف أنت تقف قدام إدارة الأزمة هل تعرف الخطر الناتج عن الأزمة مركزه فين أو بيتوسع ويتحرك فين وبيستهدف مين بالتحديد لو إجابتك معظمها لأ يبقى أنت محتاج أنك تتعلم كيفية إدارة الأزمة والإجابة على الأسئلة دي هتخليك تفتح إطارات مختلفة عشان تقدر أن أنت تحدد الإطارات المناسبة عشان تقدر تدير الأزمة أو حتى تقلل من انتشارها عادة لما تيجي الضغوط النفسية الشديدة من خلال الأزمة بيلجأ الإنسان لوسائل أقل في الندج عشان يهرب من الضغوط الكبيرة هقول لك مثال مثلا عادي يعني زي مثلا انتشار نوع نبات معين بيعالج البشرة بمجرد ما نشرته واحدة وحطت لها صورتين ولا تلاتة على السوشيال ميديا ودول ممكن يكونوا صور وهمية من الانترنت وقالت بقى شوفوا قبل استخدام العجب وبعد استخدام العجب تلاقيوا وفود والكل راح يشترى العجب ده لدرجة ان واحدة ممكن من اللي بيتابعوا تقول أنا رحت أشتري العجب ده ولقيت العطار بيقول لي ده خلص من كتر الإقبال عليه مع ان الخبراء في طب الأعشاب ممكن نسألهم هم موجودين ونتأكد بأنفسنا من مصدر العلم ده نفسه وما نجريش وراء الإشاعات طيب ليه الإنسان بيلجأ لي كده لأنه بيكون في حالة ضعف ولازم في حالة الضعف نبحث عن الوسائل الصحيحة والصحية اللي تنفعنا مش الوسائل فقط اللي بتنفس عننا وترضينا لأنها مش هتنفعنا فتلاقي نشر الإشاعة مثلا ضد الحكومة حد بينشرها بينشر مثلا الوسائل اللي بتسب وتشتم الحكومة طيب انشر شيء إيجابي قامد بالحكومة هيعمله؟ لا طبعا مش هيعمله ولا حينشر هو بينشر ما ينفس عن ما بداخله من ضعف وعدم قدرة على التغيير في السوشيال ميديا الكل أصبح محللين سياسيين واقتصاديين عشان كده بنقول في الأزمات لابد من أننا نتجه للمختصين للتأكد من صحة المعلومات بدل من نشر المعلومات المغلوطة اللي حتدر بمجتمعنا في الأزمات لا ننتقد المسؤولين بدل من نقد المسؤول احنا ممكن نسألهم أنا دوري إيه وقت الأزمة أنا دوري إيه تجاه بلدي اللي بتمر بمحنة صعبة وأقدم لها إيه إيه الشيء اللي ممكن أن أنا أساعد بيه في حل الأزمة ممكن بعد الأزمة ننتقد كما نشاء لكن وقت الأزمة لازم أعرف دوري كمواطن خايف على بلد بدل ما أعود بقى خلف الشاشة كده ومدد رجلي وعمال أنتقد دون وعي ودون إدراك وأنشر أفكار سلبية عشان ندير الأزمة علينا بالتنافس في نشر ما ينفع الناس نشر المعلومات المفيدة وليس نشر الشيء اللي يبث الرعب في قلوب الناس أو يخوفهم أو يضرهم أو يشتتهم من الخطأ أن إحنا نتناقل الشتائم للمسؤولين أو نقد للحكومة وأين فلان وأين فلان وننتقل من مرحلة إعطاء حلول إلى مرحلة توسيع الأزمة وتشعبها بعد الأزمة لك أن تنطقت كما تشاء ولكن أثناء الأزمة لازم تعرف إزاي تأثر مدة الأزمة إزاي تتخلص من الأزمة إزاي تتخلص من حدتها على الناس استنوني في معلومة جديدة مع تحياتي دكتورة إيمان السرياوسي ترجمة نانسي قنقر